السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا وسهلا بأصدقنا الحلوين طلاب صف 6 ورجعنا معكم بدرس جديد اليوم سنحكي عن الزوايا تمام؟ في عنا من الزوايا أشكال وأنواع وطبعا لما كنا طلاب صف 5 حكينا عن أشكال الزوايا وحكينا عنها بكل التفاصيل هلا نحن نحكيها بصف 6 إن شاء الله بشكل موسع نحن نحكي عن الزوايا المجاورة والزوايا التي تكون موجودة في عنا هون هاي الزاوية هي ب ج أ تمام؟ درجة قياسة هي 32 درجة كشلريني فيبرا كنا لرنن آينا عن أطلار كمشو أطلا أطلادر يعني عنا هاي الزاوية إذا اضطيناها ب ج أ دي عفوا دي ج أ ب أو أ ب ج دي وهون هن نحطوا سهم صغير كمان طلعناها فانقسمناها لأكثر من الزاوية فقصرت عندي الزاوية أ ب ج وعندي الزاوية ج ب أ تمام؟ هاي منسميها كومشو كومشو يعني الزاوية المجاوية لها طبعا في عنا زاوية خارجية دش بلقة وفي عنا قطشنا ازرنا هاي اللي احنا شافينا وهذا الطرف في عنا اتش بلقة الزاوية الداخلية تمام؟ فارحنا رحنا نتعرف عليه هون واحد تلو الأخر أشهد ابيلان شكلرينين قطش لارنسين بلقوستيري ريك يازال يازال يعني اللي احنا بدنا نحاط هاي الزاوية شوفوا بدنا نحسب لحنا الزاوية وفي عنا الزاوية كي عنا كي لي ني وفي عنا كي لي ب وفي عنا كي لي ما وفي عنا مي لي بي مي لي مي لي بي شافين؟ وفي عنا اكتر من الزاوية اللي احنا نحكي عنه وفي عنا ني لب هاي ني لب كل هاته الزاوية اللي ممكن اللي احنا نحكي عنه السؤال التاني عمي لي أشهده ألوش ألوش لارنين فيريلان أطولرنين شكلن ديكوستيريلي يعني انحنا نحكي عن هذه الزاوية في عندي ا ب ا تساوي 35 تمام؟ وفي عنا الزاوية لك ا ب ا 45 في عنا د ب ج 30 في عنا اي بي دي خمسة وتلاتين وفي عنا جي بي في اللي هي الزاوية خمسة هلا منجي لهون على حساب هدول الزاوية في عنا الزاوية اي 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 وفي عندي حرف الفي هي النقطة في وعندي اي تمام هاي ستة وسبعين شافينا هيك هلا عندي اي في جي اي شافينا في وجي هي في عنا اربعة وطمانين زائد عشرين اي ا30 اف جي اا وعندي فاني الجي ستة وسبعين و Alg dirty با فاني ستة واطمانين انه يكون ستة وثنان .و اربعة وطمانين و عشرين و عشرين تمام لأنه هي هيك زاوية هيك رح تكون فرح تجي كلها هيك 108 فازج معنا ومتج 108 عندي A F D A و F و D 84 عندي D F A D و F و A D و F A اللي هي 84 زي 76 84 و 76 عندي B F A B و F و A يلي هي 76 زائد 26 وعندي D F G D حرف D وال F والج يلي هي 20 تمام الزاوية 20 فهدولة يلي بكونوا متواجدين عندي من الزاوية هلا بننتقل الصفحة يلي بعدها هلا من اللي عندي الزاوية A B G ويتساوي 90 A B G بنانتبه هنا وين A A و B و G تساوي 90 تمام فأخذت هي وأخذت هي 20 زائد 40 قدي 20 زائد 40 60 60 60 هي لك 20 و 40 هي 60 ولكن 60 ناقص 90 هي لأنه زاوية قائمة هي هيك بتكون هلا هون زائلنا هاي وهي يعني عم يقلي A B G همثلكون يا هون هي B وهي A وهي J وهون هيك بتكون فشو تكون الزاوية هيك متل ما تعلمنا أنا ما كنا نصف خامس هي تسعين تمام فأجت عندي هي 20 واجت عندي هي 30 معناته 90 ناقص 64 60 بيطلع 30 فالزاوية هون هون حتكون 30 هيك بكل بساطة هلا يلي بعده في عندي الزاوية A هون حطينا هون B A B J J B D 20 A B A J B D 40 عفوا A B J 20 وهي A B D اللي بتطلع هي 30 يلي حطيناها قبل شوي يلي هي هيك هلا السؤال يلي بعده عملني عننا هاي الزاوية وليحنا بدنا نوجد دار دار أطسلر دار أطسلر يلي بتكون الزاوية الحادة اللي بتتددى تقريبا لحد من تقريبا من العشرة أو الخمسة لحد تقريبا التسعة وثمالي فمنسميها دار تمام الدار معناته كل شي تحت التسعين معناه خمسين وخمسة واربعين وخمسة واربعين اثنين وثلاثين كل هدول دا طب القنيش القنيش أكبر من التسعين القنيش أكبر من التسعين يلي هي الزاوية A B D A B و D تمام A B D إذا حسبناها رح تجعلنا مية وخمسة وثلاثين طبعا مناخد منها الزاوية خمتمان وخمسين وثنين وثلاثين وهي J B F اللي هي مية وثنين وعشرين في عندي الزاوية J و B و F J B F في عندي الزاوية J و B و F هاي الزاوية كبان تجمية وثنين وعشرين ديك الزاوية القائمة اللي هي A B E الزاوية القائمة اللي هي بتجي على A B E تسعين وال J B E اللي هي تسعين تمام بيجي A B E A و B و A تسعين وفي عندي J و B و A تسعين فرمتلا معنا مية وثمانين بكل بساطة هلا هون عنا هادا المسلس ينضع عفريلان B K M هاي الزاوية أشهد استيعان نقطة لرنان بلالة هلا أطنين H الزاوية الداخلية شو هي B و J و A B و J و A B و J و A والزاوية الخارجية يلي هي من بره هاي F زاوية الخارجية منسميها وهي A زاوية الخارجية والعزرين دا نقطة اللي هي على أطراف هذا المسلس B و M و D و K و L شافينا شو سهلة كتير سهلة بدأ أحفظ I يعني الداخلية D يعني خارجية والعزرين دا يلي هي على أطراف شافينا شو سهلة يا سادس بس بدنا أنه ركز أصدف لان أطراف لار دا كوم شو أطراف لان بر ليلي اللي هي عندي الزاوية هون A B D و B D B J في عندي هون A B D و D B D D B J عندي هاي الزاوية وعندي هاي الزاوية A B D وعندي D B J A B D وفي عندي إلنا D وB وJ فقط عندي ك ل ن ك ل ما في عندي عفوا ك ل ن ك ل ن هي وفي عندي ما ل ن في عندي ما ل و ن في عندي هاد وفي عندي هاد هلا هون من الزاوية في عندي A J D A J وD وفي عندي A J B A وعندي J وعندي B هيك هادول الزاوية اللي أنا فيني كمان احكي عنه هلا هم يجي هون عم يقول لي إيش قاطش إيش قاطش تبهوا في عندي من الإيش قاطش اللي هي الزاوية المتساوية في عندي شي اسمه زاوية متساوية ناخد عليها أمثلة مشان تكون موضحة في عندي هاي الزاوية ينضع إيش زلم وفي عندي هاي ينضع إيش جزلم هاي شلون نحنا بدنا نطبق عليها طيب منشوف هاي كاري لريني نظرنا إيش بيري آضش الجزلم نفسه تمام الزاوية المطبقة نفسه يعني نفس الدرجة وهي الجزلم يلي هي الإيش بيرير يعني كنت ترسمو نفسه تماما طبق الأصل يعني إذا جبنا ورقة وطبقناها وطبقناها بطبق نفس الزاوية وهي نفس الرسمة تمام هاي يعني انه هي تكون الزاوية مطبقة انه أنا نجيبها وارسمو وطبق على بعضها فبتطلع عندي الزاوية المتساوية تماما هنا ميقلوا لنا كمان نفس الشي عننا هاي الورقة نرسم الزاوية المتساوية شافينا يعني نفسها تمام ما اختلفنا عليها فهم نساوية إيش الزاوية المتساوية طيب عندي تملار آضش آضش تملار يلي هي في عننا الزاوية القائمة اللي هي 90 تمام هلا لنا الزاوية الحد هي بتجي تحت 90 هاي وهاي بسمية آضش يعني الزاوية الضيقة أو الزاوية الحد تمام الزاوية ABG زائد مي لك إذا جمعنا 60 زائد 30 فبيعطيني الدرجة 90 أي الدرجة بتكون 90 فهي منقول عليها قائمة ABG زائد MIGD يساوي دوكسان يلي هي الزاوية ABG والزاوية GBD هم كوم شو أطلار هم تم لار أطلار هي هم بتكون زاوية حد وهم بتكون زاوية قائمة اللي هي هي AB اللي هي عفوا ABD أو DBA تمام هاي هي الزاوية فلحنا جمعنا الزاوية ABG وجBA لحتى طلعت معنا الزاوية القائمة موسيقى